ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي اكتب عربي في اللاتكس ممكن بتحتي تكون اصلا بالعربي وممكن تكون هي بالانجليزي ومحتاجة صفحة او صفحة معينة بالعربي اللي هو مثلا الكوفر ملخص المشروع ملخص الرسالة يعني ممكن يبقى فيه بعض الجهات يعني بتطلب ان انت تقدم لي ايه دوكمنت بالعربي او ورقة على اقل بالعربي فالدفولت بتاع اللاتكس انه بيكتب انجليزي بس ما يعني لو وجيت كنت بتقوله دلوقتي حاجة بالعربي مش هيفهم تتكلم بتقول ايه فخليني كده اعمل مسلا اجي هنا نعمل نيو فايل واكتب عربي امام اه فينا عربي طيب واقول له مسلا بيجين اه لا كلاس اه دوكمنت كلاس اه اقول له مسلا هنا ارتكل بيجين لو جيت انا كتبت هنا اي كلمة بالعربي زي مسلا السلام عليكم اه نراني كده مش هيف هيديني ايرو كمان مهم مش مش هيتطلع على هيديني ايرو طب هنعمل ايه اول حاجة محتاجة عملها ان انا بقى امبورت او بيوز باكتج شوية شوية باكتج كده اساسيين للتعامل مع العربي زي الارب تيكسي واللي قمت انكودينج والفونت انكودينج والباب الليباري طبعا الليباري دي الليباري اه كبيرة ومشهورة والمفروض ان هي بيكون فيها كل الاحتمال الكلمات جنب بعضها يعني مثلا اياي وممكن اي لايك فكل دي مثلا اي لايك دي جملة كل الجمل اللي ممكن تيجي او اللي جات على وجه البشرية حتى وقتين هذا موجودة في الليباري دي فهي غريبة وكويسة وطبعا دي بيتفيد في الكنتاكست يعني مثلا ما جاء السلام فهو ممكن لوحده يكتب لك لوحده يعني بس هو بيبقى عنده السلام عليكم فدي ممكن تفيدنا في موضوع الكنتاكست يعني ان هو يطلع يقول لي ان دايما كلمة السلام بيجي بعدها عليكم او السلام بيجي بعدها مثلا المايمين يعني بيبقى ايه بيجيب على حسب اللي دايما شافوا فدي اول حاجة ان انا بيمبرت دي تاني حاجة بعمل حاجة كده اسمها بيجين بيجين ازر لانجوش وبكتب هنا انا عايز اللانجوش دي تبقى عربي عربي تمام اول عايز اكتب فجر عايز اعمل فونتينج او فورمات معين لالحاجة دي مفيش مشكلة تمام مسلا الحاجة زي كده بيجين سنتر هتلاقي ان انت ممكن تحط التكست بتاعك جوه الحاجة دي وخلاص او عربي زي انجليز عادي فكرة كلها بس ان انت تكتب ايه هو واضح مش بيفرم معماش كابتر مسمول ايه لائك ماس سيرش هتلاقيه بقى بيقول لك ايه طبعا انا لما جاقول لك ايه لائك ماس فيه اي لائك ماس وعايك سينز وعايك فالكلمات كتير فايه اللي بيحصل انه هو بيبدأ يحط بيسايف الدنيا دي فين بيسايفها في كتب خلاص فبيقول لك كده انا عندي الدور الاول الدور التاني الدور التالت الدور الاول فيه كام مكتبة يعني كام اوضة مثلا والاوضة الاولانية فيها كام رف وكل رف فيه كام كتاب وكتاب المعلومة دي موجودة فاني صفحة فالموضوع كبير طبعا ده بيقول لي اللوكيشن بتاع الكلمة طبعا ايه وانا بيقول لك متقرارة كتير قدائك ماس ممكن تلاقيها ظهرت كتير اه في كتب كتيرة فهنا مسلا خليني اخد اللينك ده اه او ادوس عليه تمام هلاقي يقول لي ان هي ظهرت في الصفحة رقم 311 من 410 يعني من الصفحة اللي 410 خانا اتكى كده عشان بس ايه ديني هتيجي اوضح يعني ما علينا طيب اه هو هنا بيقول لي انت ده موجودة في الحيطة اللي هي رقم 3 والرف الاول وكتاب رقم انا مانتش حاجة مغيرتش طيب اه ده وانا ماشية طيب انا بعمل ايه مالحظة بك نكتب تمانية هو قال لي نفوليوم تمانية اكتب تمانية هو بس اتغير لوحدة معرفش ليه اه طيب اه فده بس المعلومة المفروض بقى ان انا اه عايزة اشوف الكلمة دي جوه الكلمات او اكي اني بفتح الكتاب فاااااااا اي كنت اعمل بروز و اكتب اللينك ده وعمل اوكي او معكي يروح انا عرف المعلومات ولا المعلومات الموجودة هنا اه سوري يعني احفظ هي انها انهاي وال وانهاي كذا مش فكرة طبعا Jo like Like miss فاللينا ن اه وانا انا بعتذر هو انت بتفتح العمري تكتب سيرش وتقول له مثلا اي حاجة هاو اريو ار يو وتعمل سيرش بيظهر لك يا الحاجة دي جات ولا لأ طبعا اكيد بتبقى جات بتاك كده بعدين بيقول لك هي موجودة في معلومات ايه المعلومات بتاعة بتاعة الصفحة يعني انه هو لقاها وده اللينك بتاعها موجود في انهي كتاب بالزبط او في انهي موقع يعني فواحد اربعة واحد يعني موجودة في الول واحد والشلف واحد والوليوم واحد واحد اربعة واحد واحد اربعة واحد طيب بناخد اللينك ده بقى كده ونروح للبابل بس بنختار براوس وبكتب الحاجة بتاعتي وبيقول لي اختاري مثلا وانهي وول واحد وبعدين انهي شلف اربعة وبعد كده مش عارفة الفوليوم كان واحد هيطلع لي فين المعلومة ايه هاو اريو هاو اريو هاو اريو هاو اريو ايه نعمل كنترول الف كده هاو واحدة 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 طيب طبعا كل الحاجات التانية دي كلها عناوين عناوين لاماكن التانية يعني طيب فمفروض ان انا اللي عيني مش شايفاها دلوقتي ممكن يكون حد فيك وشايفها هاو اريو دي طيب ده بس البابل مولوش علك خالص يعني انك تفهم اللي انا معامله ده مولوش علك خالص باللاتيكس انت جرد في اللاتيكس عايز تشتغل عربي بتتعامل مع بتكتب اللي برس دي وبتعمل بجين ازر لانبوش اوكي طبعا يعني مش ادى اصدق بس انا ممكن اممكن ايه ده البروز ده البروز نفس الصفحة دي ايه مروتين ايه يعني هي كانت اول حاجة اي لايك مسا مميس ما عاربش الفكرة ان هي كانت دي قط بسرعة وما كانت شكرا مشكلة اي لايك مس وبتيجي هنا بتتك على اللينك ده وبتتك هنا امكاني ذلك مواصفك به في الخروجة جنادي او مواصفك اي لايكس ايه لم اق lack الدنيا أصل راندم الدنيا جواه راندم 3-1-8 فأنا هاجي هنا عند البروز وهتدي له العنوان وهقول له روح لي عند 3-1-8 أنا بس بأقول البتاعة دي أنا لما تهج بسرعة خلاص يعني مش عارفة إيه ده خلاص خلاص مش مش كله بس هو المفروض أنه ناجي مسلا عن سطر ده ألاقي كلمة I like mess أجربوها يعني شوية بس واضح أنه نبقى بي حاجة تاني خلاص ده كان الفيديو الفيديو ده بيتكلم عن العربي وإزاي يتعامل معاك والموضوع بسيط جدا ما فيهوش أي حاجة اللي انت بتعمله مجرد ما عملت السطور دي كلها تقدر تعمل كل اللي انت عايز تعمله في العربي عادي وعايز لو الدكومنتيشن كلها بالعربي وعايز تعمل list of figures و list of tables برطا اللي هي table of content يعني تمام؟ ده بالنسبة للعربي ترجمة نانسي قنقر